موسيقى بسم الله أب والابن والروح القدس الإلهي الواحد أمين سؤال خفيف وظريف لطيف واحد تبعت يسألني بيقول لي ليه المسيح سمانا القطيع الصغير كلينا كده ليه قال علينا قطيع صغير لشك إن السيد المسيح للمجد ما يقصدش إن إحنا عددنا هيبقى صغير يعني ده مش للعدد قد ما هو لمعنى تاني أنا هقوله دلوقتي يعني المسيح ما يقصدش إن إحنا عددنا قليل لا ممكن عددنا يبقى كبير لكن ليه قال إن إحنا صغير أقول لكم ليه لأن الإنسان المؤمن المسيحي دايما بيبقى ممكن تحصل له اضطهدات يعني أقول لكم تشبيه لو فيه كلاين شخاب صغير كده ماشي إن دوستين تفتكروا الديب هيسيبه يمشي لوحده مش هيسيبه أول ما هيشمه ريحته يعني مش هيسمعه صوته بس أول ما هيشمه هيتطلعوا جريع عليه عايزين ينهشوه يكلوه وهكذا كل إنسان مؤمن مسيحي دايما يتعرض لاتهدات فيبقى ضعيف فعشان كده المسيح قال كلمة صغير بمعنى إن إحنا ممكن هنتعرض لاتهدات ومضايقات كثيرة جدا وبولس الرسول شرح وقال جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون فاعمل حسابك المسيح قال لا تخف وبعشان كده قبل ما يقول لنا قطيع صغير قال إيه لا تخف لا تخف أيها قطيع لا تخفوش أنتو صغيرين وضعفة ومعرضين أنا بحضر اجتماع كل سنة في شهر يناير هنا في أمستردام سينتروم في سان نيكولاس الكنيسة الكبيرة بنصلي عملاء جمعية كاتوليكية بنصلي من أجل الشهداء المسيحية في العالم وأنا أول مرة ادعيت لهذا الاجتماع اتخضيت قلت هو العالم فيه شهداء للمسيح وأنا كنت متخيل وقتها أن مصر بس فيها شهداء تضح لي أن كل العالم من أمريكا ومن أستراليا ومن أمريكا اللاتينية ومن كندا ومن أفريقيا ومن أسيا ومن أوروبا هناك شهداء للمسيحية في كل مكان في كل مكان مش في مصر بس أنا قمت أصلي من أجل شهداء مصر بس لقيت قبلية صلوا لأوروبا والأمريكا وبعدية صلوا لأستراليا والأفريقيا والأسيا اتخضيت يعني قلت يا إحنا في كل مكان حتى في العالم الغرب المتحضر هناك شهداء للمسيح واخدين بالكم فعشان كده المسيح قال علينا قطيع صغير بس رجع قبلها قال لنا لا تخف اوعد خاف ما تسلمش نفسك للخوف لو تعرضت لأي مضايقات أو أي إزعاج عشان كده المسيح قال لأن أباكم قد صر أن يعطيكم الملكوت وبعدين معلمنا بقولس الرسول يقول أن ربنا كان يعزيه يقول له إيه يقول له قوتي في الضعف تكمل في الضعف المعنى الترجمة الهولندي جميلة واضحة أكتر هنا في العربي قوتي في الضعف تكمل يعني الضعف يفضل ضعف والقوة بتاعة ربنا بتحضر بصورة كاملة يعني أنت هتفضل ضعيف زي ما أنت بس قوة ربنا هي اللي هتسندك وهي اللي هتقف معاك في المواقف دايد فمهما كنا في حال الضعف مهما كان العالم بيضطهدنا الإيمان بتاعنا مش مقبول من بعض الناس لكن قوة ربنا بتسندنا بتحفظنا وبترعانا وبتحمينا وهنا بقى عايز أقول حاجة تأكد هذا المعنى وهي إيه أن على مدى التاريخ كتير جدا المسيحيين اتجربوا أنهم يبقوا في موقف قوة يبقوا أصحاب سلطان أو قوة دي ربنا ما بيقبلهاش الله لا يعمل إلا في الضعفاء يعني خدوا بالكوا قوة ربنا ما تبقى نشي في الإنسان القوي لأنه قوي مش محتاج لكن الإنسان الضعيف عامل زي المية لما تمشي كده هو لو الأرض علية المية ما تعرفش تطلع لكن لو الأرض نزلت المية تجري فيها فقوة ربنا ونعمة ربنا تحل على الضعفاء والمساكين بالروح تحل عليهم قوة ربنا وتظهر لكن واحد قوي واحد في سلطة واحد في ما تبانش معاها ربنا ما يشتغلش معاها واخدين بالكوا الله لا يعمل إلا في المحتاجين والضعفاء واللي هما بيطلبوا معونته ورحمته فما تزعلش من كلمة القطيع الصغير إحنا قطيع صغير يعني إحنا مسندين بنعمة ربنا والمسيح بيشددنا وبيقوينا لإلهنا المجد في الكنيسة إلى الأبد أمين